اسرائيل هتصنع حرب نهاية الزمان المذكورة في سفر الرؤية من الفين سنة والشرق الاوسط هيتقسم نصين اسرائيل هتحتل اغلبية البلاد العربية وايران هتحتل اغلبية البلاد الخالجية اسرائيل مش هتحتل لوحدها اغلبية البلاد العربية امريكا مع اسرائيل هتحتل اغلبية البلاد العربية وايران مش لوحدها هتحتل اغلبية الدول الخالجية الصين وروسيا هتدعمها والشرق الاوسط هيتقسم نصين على طول نهر الفرات عند ارض العراق حسب النبوة اللي مكتوبة في سفر الرؤية من الفين سنة سفر الرؤية ده معترف بيه في الديانات التلاتة سفر الرؤية بيشوف احداث نهاية العالم فيه مكتوب ثم سكب الملاك السادس جام على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه ارض العراق ارض العراق نهر الفرات هو هيتاسم فيه الشرق الاوسط نصين ما بين اسرائيل وايران فبيقولك ثم سكب الملاك السادس جام على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعيد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس جوج ومأجوج روسيا والصين أعدادهم ملايين الملايين هيجوا مع إيران هيحتلوا أغلبية دول الخليج وهيجوا على طول نهر الفرات نهر الفرات هينشف قدامهم وهم دول الملوك اللي جايين من مشرق الشمس في محاولة لنزع المملكة الإسرائيلية من الشرق الأوسط فهتيجي لولايات المتحدة للتحاد الأوروبية حتى ندفع عن إسرائيل وزي ما قلت لك كثير من الدول العربية هتسقط تكملت النبوة بقى خطير بيقولك إيه ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي التزاب سلاسة أرواح نجسة شبه دفاضة فإنهم أرواح شياطين صنع آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لكتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء فجمعهم إلى الموضع الذي يضع بالعبرانية هر مكدون بص أول كتاب الزكر كلمة الوحش هو سفر رؤية اللي الناس كلها بتتكلم عنه ده أول كتاب زكر كلمة النبي الكذاب أو المسيح الدجال هو سفر رؤية اللي الناس كلها بتتكلم عنه أول كتاب زكر لفظ هر مكدون يا جدا هو سفر رؤية من ألفين سنة وكل الكتب الأخرى جاب بعديه فسفر رؤية هو اللي زكر الكلام ده معناها إيه بقى النص ده في منتعة الخطورة بيقولك إيه ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب سلاسة أرواح نجسة شبه دفاضة يعني إيه الكلام ده هنا قسم العالم لنظام سلاسي شيطاني ومسيطر على الأرض فيه الله هيجي عشان يضربه هذا النظام في العالم الروحي اسمه التنين والوحش هو النبي الكذاب التنين ده ساكن في الصين روح الإلحاد التنين هتلاقي ساكن في الصين الوحش ده ساكن في الولايات المتحدة الأمريكية هو روح قلة الأدب أو روح الزنا خب لك من الكلام أما بقى في الشرق الأوسط فساكن مين ساكن النبي الكذاب كناية عن الديانة الكاذبة التدين الكاذب اللي في وسط الشعوب العربية ده النظام الشيطاني السلاسي اللي الله هينزل على سحاب الشرق الأوسط في وسط الحرب اللي هتحصل بين أربع زوايا الأرض عشان يضربه بيقولك إيه بيقولك في تكملة النبوة إن الله بنفسه هينزل على حصانه الأبيض ووجهه هيكون كالشمس وسبع أرواح هتطوف حواليه وهينزل على الجبل المسمى جبل الزيتون جبل الزيتون أمام مرج ابن عامر وادي جنين وفي المنطقة دي حرب نهاية التاريخ حرب مع بعضها حرب يوم اسمه يوم الفوضى يوم الرب الكبير الشهير اللي أخواتنا المسلمين بيقولوا عليه يوم الساعة واخواتنا المسحين بيقولوا عليه يوم القيامة اليوم الكبير اليوم الكبير اللي كلنا عارفين واليوم الكبير دي هيبقى يوم الفوضى يعني يوم الفوضى يعني النور بتاع الشمس والأمر هيتلغبط أربع ملايكة هتمسك زوايا الأرض الأربعة علشان تحجز الرياح ما تنزلش على الأرض وهيكون يوم واحد بس هو يوم يوم اسمه يوم توقف الساعات أو يوم إيقاف التقويم هو يوم واحد بس طويل بقى يدوم ألف سنة يعني يوم لا طلعوا النهار ولا نزلوا الليل هو يوم واحد بس فيه الناس الأحياء الساكنين على الأرض هتقوم معاهم الأموات اللي من الأيام سيدنا أدم الأول أدم الأخير وكلهم هيقفوا أمام الله للحساب فالكلام ده حقيقي وصدق وجاي يغبرك بيه بإعلانات مش هتسمعها من حد تاني قبل كده وأنا عايز كل الناس اللي بيتكلموا في الكلام ده ياخدوا الكلام بتاعه ويعملوا فيديوهات عشان ينتشر الخبر إلى ما لنهاية وإنت بإيدك شارك هذا المقطع عشان يروح لأكبر عدد من الناس لأن أنا هدفي هدفي ولا الشهرة ولا المال ولا الجاه أنا هدفي إن هذه الكلمة تنتشر على نطاق واسع لأن مكتوب تعرفونا الحق والحق يحرركم يعني الحقيقة بتحرر أنت لما تعرف الحقيقة دي هتتحرر من تلقاء نفسك لأنت لو في الفيديو ده اللي نهايته أنت تحررت وبقلبك مع الله وليك حياة أبدية أما ان رفضت هذا الكلام فلن تحرر ولن يكون لك حياة أبدية فالوقت الوقت قريب استعدوا للقاء إليكم